السلام عليكم مرحبا بكم في مطبخ ام سهيل اليوم اجدت لكم كيكات الشوكولات بكريمة سائلة كجوارة خفيفة من الداخل وبمضاق الديد نتمنى تجربوها وكنشكر كل من دعم هذه القناة وخليها تزيد القدام فلكم جزيل الشكر يلا تشوفوا معي المقادر بسم الله كنحتاجو الى مية وستين قرام ديال الطقيق نوعية الممتازة زائد خمارة ديال 8 قرام مية وستين قرام ديال سقر حبيبات زائد فانيا جود حبات بيض ربعين قرام ديال الكاكاو المرح وتسعين ميليلتر ديال الزيت نباتي ومية وثمانين ميليلتر ديال كريمة السائلة وللتزيين للدهنة من العنسالي ومننا غدي ندهنوها كنحتاجو الى مية وعشرين جرام ديال الشوكولات بالدوابان واربعين جرام ديال الزبدة اللي غدي ندوبوهم في الاخير في بماغي ولا في ميكروندا اول حاجة غدي ناخدو نواشف هنخلطوا مع بعضياتهم خليوهم على جانب على جانب موسيقى موسيقى في إناء ناخدو بيضات موسيقى نضيف سكر سانيدة أي سكر حبيبات زائد فانيا نضيف نضيف ونضيف إلى دوبلينا السكر موسيقى ونضيف مية وثمانين كريمة السائلة اللي كتخلي هالكيكة ديال الشوكولات كتخليها رطبة من الداخل موسيقى 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 ونضيف موسيقى موسيقى فضيف ثم نضيف الزيت موسيقى 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 نضيف قطرة فيه نعلي ويد دينا ونصبوها ما طابت لينا انا غادي نزينها بالشكلات اللي دوبت في ميكروندا وهي من بعد موجدات نتمنى تجربوها ركجي واعرة ولديدة ورطبة من الداخل فما تبخلوش عليا بلايك واللي بقي من شكرا لكم لجديد من وصفات مطبخ ام سهيل وكتبوا لي رأيكم في التعليقات اشتركوا في القناة